الذي لا يحمد على مكروه سواه وإنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على الرسول المعزى المعظم محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الإخوة والأخوات بمصابنا بالإمام الشهيد عليه السلام وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام منصور من آل بيت محمد ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه طلب مني بعد إذن الإخوة والأخوات أن نبسط العبارة ضمن المصطلحات العامية عسى أن نحمل على متنها وفي بطنها ما يفيد ونستفيد منه إذن رح نضطر نحكي باللغة السبعة الأصد فيها أن أكون بخدمتكم بمختصرات عسى أن يكون لله فيها رضا ولي ولكم أجر وثواب معلوم أيها الكرام بأن الإنسان بملء حياته كلها إذا كان هادفا يتبدل بأعمال في ميادين شتى فيجمع ويمنع ويفرض ويرفض ومن مبداه إلى منتهاه لكونه هادفا غير عابث هو منشغل وبطبيعة الإنشغال هذا اللي رح يكون ملء الهدف وملء تمام الشغف رح يكون عرضة للسهام من الحادثات في الدنيا على قدر العمل تكون الضرائب والرسوم ومعلوم يا كرام بأن هذا الإنسان الهادف في كل عمل له سيطلب بدلاً أكثر مما بذل طبيعة العاقل في أعماله أنه باذل لثمن وأنه طالب لمثمن أغلى منه أحياناً بينذبين بذل المال منك اللي جمعته في جل حياتك أو كلها تبذله على معزته لأجل شيء أبقى منه شو هو الأبقى من المال قد يكون الصحة قد يكون العرض قد يكون الكرامة قد يكون الأمن والأمان ويبذل الإنسان والكل معه ولا يلام إذا بذل الغالي في سبيل الأغلى وأحياناً بيكون البذل غير مال بتبذل عمرك وبالضحي بحياتك اللي هو عسى أن يكون الأغلى بس في أغلى والإنسان مختلف في هدفه بينه وبين إخوينه من بين الإنسان فيبذل الإنسان عمره أحياناً في سبيل وفي لقاء شيء أنبل مثل أن تستعز الكرام لديك وأن تستفزك الصالحات تستفزك الصالحات حتى تيأس من الحياة الذليلة فتقدم حتى الحياة في لقاء ما أنت له وفي لقاء ما يبنيك وما يعنيك كإنسان بهذا المعنى يا كرام يتفق بني الإنسان جميعاً الكل متفئين على أن للناس مذاهب ومشارب وأن الدنيا نظائر وأشباه والحدى فينا رح يبذل لقاء أن يحصل على الأمثل هذا كلام صحيح لكن معلوم كمان هؤلاء صاروا معلومتين من المعلوم كذلك أيها الأحباب بأن الأجور والمقابل والمثمن يختلف ويتخلف مشكل ما بذل رح يستحق في مقابل الواحد نفس الثمن أحياناً يا أحباب تقيم الأجور بالسنين والساعات وأحياناً تقيم بالأتعاب والأعمال وأحياناً بتتأيم بالعدد والرأم كم عمل عملت كم حجر حملت كم ساعة بذلت سنين خدمتك سنين عملك هذا كلام سليم والأجر على قدر المشقة الأجر بالدنيا على قدر المشقة الأجر بالآخرى رح نجي للخصل الديني إذن والأجور على قدر المقدور اللي أنت بتعطيه بتيخذ مقابله بس كانت الحسابات رأمية لأنه المبذول منك رقمي أيضاً بذلت عدد ساعات بذلت عدد سنين بذلت هالأد من عمل فكان في المقابل الأمل ممتاز أحياناً يا أحباب ما بيكون الأجر على غليئه وعليئه ما بيكون على قدر الكم والمقدار بيكون على قدر الكيف والنوعية وهذا أيضاً كلام سليم مثلاً مع تقديرنا لعمل العمال ابتداء من الحجاب والبواب وصولاً إلى آخر العمال القيمين أحياناً ما من قدر عمل العاملين بالكم وبالعدد وبالرأم من قيم عمل العاملين بالكيفية والنوعية مثلاً إنجاز مثل إعجازاً لوحة معلوماتية طفرة تقدمية ابتداء من عدم إيجاد وإيلاد لما لم يكن بلا شك ولا ريب سيعطى عامل هذا الإنجاز فوق وفوق ما يُعطى مقدم العمل بالعدد وبالسنين والساعات هذا بيتسمى يا كرام المقابل في مقابل المثل في مقابل النوع في مقابل الكيف كيفية العمل مش كمية العمل إذن ما في عنا عدل مطلوب لدى العقلاء في مقابل العمل العدل لازم ينوجد وينقال يُعطى كل عامل ما يستحق لازم يتفيرق وينقال مرة في مقابل الرقم فيُعطى رقماً ومرة مقابل النوع والإنجاز فيُعطى ولا يُوفى وكلام سليم المساواة اللي هي متبعة عادةً هذا قد يكون في عنا كلام فيه كيف كان؟ هذي صاروا مقدمات بنسأل لمن الشريعة الكريمة ساوت في الأجور الأخروية بين بني الإنسان بصنفيه الرجل والمرأة فهل طلب ذاته العمل من الرجل والمرأة؟ وهذا بكلام عريض وطويل ما رح نفوت بتفاصيله بس لفتة نظر يا إخوة النساء ويا أخوات الرجال لأنه الكلام من القلب للقلب وعنا كم كلمة هذا المعنى رح نفوت فيه بجانب من جوانب الأنثى الكريمة وأصدب الأنثى الكريمة هون مش تنوع أدوارها بنت وأخت وأم وزوجها بدي أحكي عن الزوجة صحيح أن المرأة كصنف من أصناف بني الإنسان خوطبت بذات الهدف اللي خوطب فيه الرجل وطلب منها القيام بأدوار أيضاً كذلك وكذلك الأمر لما نصر فيه شيء من الإنفتاح المعلوم مثلاً واتخاطب الصنفين تماماً وصر في مجال للاستفادة العلمية والعملية لصالح الأخت الأنثى لصالح المرأة سجلت المرأة إنجازات هائلة إن كان على صعيد العلم فكانت إخته للرجل وعلى مستويات عالية ومستويات كريمة فأبدت ووصلت حظاً في العلا وإن كان على صعيد العمل فكذلك جيد كلامنا هلأ بدنا ينقال ما هو الحكم الأخلاقي أبنا نحكي بحكم الديني ما هو الحكم الأخلاقي في خروج المرأة الزوجة إلى ساحات العمل أليس من حقها أن تفتش عن ذاتها مش كل العمل اللي ذكرناه قبل شوي بالمعلومات كلها المقدمات وعبارة عن إثبات للذات أنت تثبت نفسك من خلال عملك وتبذل والمرأة كذلك إثبات لذاتها أخذ لكيانها قيام لشخصها ثبات منها وعناد أمام الطارئات من حوادث الدنيا إذا كان الرجل مجرى للحادثات والآلام فالمرأة مثله وإذا كان الرجل مطلوب منه أن يكون نصباً قائماً ليثبت ذاتاً ويبذل هدفاً ويصل إلى مبتغاه فالمرأة كذلك إذن من حقها أن تفتش عن ذاتها كلام صح في إطلاق عمومه أما تحت منه تفاصيل شو الحكم الأخلاقي في خروج المرأة الزوجة في خروج الزوجة عن وظيفة الأسرة ووظيفة الدار إلى العمل العريض المباح والمتاح السؤال مشروع بل وشرعي أيضاً قدش بده ينقال تفتيش عن الذات وإثبات لذاتها المرأة في كبريائها المرأة في عنفوانها المرأة في مقدراتها العضلية أو العقلية تساوي أو تكاد تساوي الرجل فوين حقلها العملينة ووين وظيفتها في الدار أو خارج الدار قيلة هذه المقدمة يا كرام لفوت بقول لأنه نحن عايشين بزمن إعلامي مر أعيد نحن نعيش زمناً إعلامياً رملياً لا يكاد يعرف القرار في دار وصاير بها الأيام الضرب الإعلامي الأولى هي المؤثرة وعن جد الزمن كله محكوم اليوم لما يرى وأكثر منه لما يسمع يا ريت لو عن جد منعمل ومنفعل ما وصل إلينا من معلومات عبر العيون على أد ما منيخذ ومنفعل ما وصل إلينا من معلومات عبر الآذان الآذان إذن نحن مأسورين للصيوان أكثر مما نحن مطلوب منا نشوف بالعيان هذا عمل الإعلام لش قدمتها المؤدمة لأقول المرأة الكريمة الزوجة المحترمة اتواكب إعلامان مع هذا السؤال بحقها بمجرد ما يطرح هذا السؤال على البال وينصاغ من إبل هادفة كريمة على مصلح أو نصوح بمجرد ما ينسأل هذا السؤال بتلاقي عن اليمين والشمال تطرفان جوابين متطرفين واحد من الجوابين لا في خروج المرأة الزوجة يعني في خروج المرأة الزوجة عن عملها الأقدس إلى الساحات العامة والعمل الآخر إهانة لها وتفويت لعملها بل وتقحم على ساحتها وعدم الخروج بها إلزام ليش؟ لأنه طالع من نصوح شو وجه النصيحة اللي عم بقدمها صاحب الصوت الأول؟ بيقول لها إنه وظفت بوظيفة أقدس وأوكل إليها صنع الإنسان وكانت مملكتها خالية من زعامة بدونها وكان وكان وهذا العنوان اللي بينعطى مر في جوابه جواب سلبي يؤدي بالتالي إلى عدم السماح بل وجعل الخروج عن الدار مرجوحا مش راجحا مرجوح يعني مذموم مش راجح من مقبول بالعمل الأخلاقي الشرعي جواب آخر بالمقابل لا من حقها الطبيعي أن تفرض ذاتها وأن تفعل شخصها وأن تستفيد من قوتها العقلية حيث تتمكن منها وإلا فمن قوتها العضلية حيث ما يمكنها تماما كما الرجال وأما الوظائف الموكلة إليها في داخل الدار فهي وظائف مصطنعة مفتعلة فيها دفن للطاقة فيها حد من نشر القدرة فيها قمع لصاحبة الطموح وخاصة إذا كانت صاحبة الطموح أو صاحبة السؤال أنعم الله عليها بعلم وشهادات تعتبر وسائل إثبات في العمل المحترم فهل من قمع أبشع من مثل هذا القمع حتى تكون دفينة الدار من حين الميلاد وإلى حين الرحيل صحيح مثل هذا الجواب أيضا أقول الجواب الأول مش أحلى من الثاني كلاهما في المرارة سواء نحن ما رح نفوت هلأ عاطفيا ونقول أو استقصاء واستقراء ونشوف وين أضرار الخروج عن البقاء وأيهما أصلح لا كنظرة من غير دغدغة في المشاعر منقول الجوابان على إطلاقهما متفلتان من القيم والخلق بحاجة اتنين هنا نصحاح بس بحاجة إلى تشذيب عسى أن نجمع بين الرأيين بكلام فنقول حتى من الوجهة الشرعية أحيانا تضطر المرأة شرعا إلى الخروج خارج الدار بل ويطلب منها أخلاق شرعية بتفرض عليها أن تكون عاملة مساهمة رافعة لعثرة أو مقيلة لعثرة عن عائلة هي منها أو هم منها وعلى الحالتين بتنفرض الظروف وبن أوسان يا أحباب قبل ما كف الفكرة شرعنا الكريم بمنظومة الأحكامية الشرعية كانت سباقة جدا وأني كل ما أقول كان الإسلام عندنا سباق بفرض نظر أو بإقرار دستور أخجل مش من الإسلام أخجل من المسلمين صحيح الإسلام صباق صحيح الإسلام منظم للأمور صحيح الإسلام نبراس فوق الراس بس الأم الإسلامية والمسلمون لا يجيدون ما يريدون بل يجيدون التصفيق لما يسمعون من أسماء غير إسلامية وإذا ما قيل عند المتدينين في عنا ابتكار طلع بي طلع مشكوراً في بريطانيا أو في تورونتو بينبر المتدين مباشرةً وبقول أيمنوا الإسلام سباق في هذا هذا جهد العاجزين أحبتي صحيح مما يخجلني وبالفم الفخور أنقلوا عن الإسلام بس محاكاة المسلمين وبعيد عن محظركم الكريم لا بالفم المجروح على كل حال الإسلام كمنظم للحياة المدنية كمفعل للطاقات الفردية لحتى تصير طاقة جبارة هائلة منبعثة من قوة فاعلة في هذا الإنسان المخلوق الشريف اللطيف بقول إيه أوجب الإنسان العمل على الصنفين الكريمين وجوباً شرعياً يأثم المجتمع بتركه هذا بيتسمى عند فقهاءكم الكرام بيض الله وجوههم ووجوهكم بيتسمى بالواجب الكفائي فيه الواجب على صنفين صنف اسمه واجب عيني وهو ينحل على أعداد المكلفين لا يصح عملك إلا منك كالصلاة والصوم عليك وحقوق الدار منك والولاية على من توليت أمره حقوق دارك حقوق أسرتك صلة أرحامك هذه لا يقوم بها سواك هذه واجبات عينية نحفظ المثال كالصلاة في عنا واجبات كفائية شو الواجبات الكفائية؟ هي التي ينبغي من الشرع إيجادها يطلب الشرع وجودها من أي كان بمن فيه الكفاية فإذا قام من به الكفاية تم الواجب الشرعي وإن لم يقم من به الكفاية عددا وعدة وقدرة وطاقة وتفعيلا إذا لم يقم من به الكفاية أثم المسلمون عموما جميعا هذا يسموه واجب كفائي لطيف نعبر عنه واجب اجتماعي صح فيه واجب شرعي فردي فيه واجب على المجتمع بما هو مجتمع مثاله إنقاذ الغريق مثاله الاكتفاء بعدد الأطباء مثاله إيجاد جماعة تُعنى بما لا يقوم بها سواهم بعبارة أوضح ضرورات المجتمع المدني واجب شرعا على المجتمع نحن مم نقدر نمر ونعبر من حد المجتمعات المتقدمة كالبلاد المستضيفة الكريمة إلا بالإحترام بل وبالإنحناء لأنهم فعلوا طاقاتهم فأحسنوا الاستفادة منها فكانوا يجيدون ما يريدون وهم لا يملكون لا عليا ولا قرآنا بالفم المجروح علي بن أبي طالب كان قبل الرحيل والوداع كان ينظر في وجوه من حذر وكأنه يخاطب اليوم فيقول الله الله في كتاب ربكم لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم هذا الكتاب جاي للتطبيط ما بينحب أن تتركوا يعمل في سواكم الله الله في كتاب ربكم الله الله في كتاب ربكم لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم فعلا القوم الناجحون وصلوا وأوصلوا وفعلوا فأحسنوا الاستفادة من دنياهم صحيح هذا اسمه واجبات كفائية بالشرع عنا كيف يجب أن يكون في عنا مجتهدين فقهاء لما نسميه نحن مراجع التقليد ويجب شرعا على أصحاب الكفاءة والقدرة في الحوزة الذين بلغوا مرتبة الإجتهاد إذا تقاصر عدد الطبقة العليا في الأعلمية أن يستمروا وينفروا ويبذلوا جهدهم واصلين إذا الإجتهاد والطبقة المؤهلة للتقليد عند إذن هذا واجب شرعا كل مراجعنا بيفتوا بوجوبه الشرعي جيد هذا اسمه وجوب كفائي من الوجوبات الكفائية التعليم واجب يكون في عنا عدد كيفي مش في الأستاذة في التربية لأنه مع احترامنا للأساتذة عموما كان في اسم لطيف شريف عند الأستاذ عندنا في بلدنا الثقافية الاصطلاح الثقافي كان يسمى الأستاذ بالمربي مربي حتى الوزارات عندنا ما بعرف إذا بعد في عنا وزارات للتعليم أو للتربية بس كانت الوزارة اسمه وزارة التربية والتعليم جيد على كل حال لازم يكون في عنا مربين بالعدد الكافي والقدرة الكافية لازم يكون في عنا أطباء لازم يكون في عنا نساء أطباء لازم يكون في عنا قيمين معنيين من صنف الرجال وصنف النساء لازم يكون في عنا عدد من الأفران لازم يكون في عنا عدد من المدارس لازم يكون في عنا عدد من المستشفيات قال لي شيخنا على من تتلو مزاميرك يا داود يعني عمين عهدك البلاد والله هذه البلاد هذه البلاد فيها الكفاءة عهدك البلاد على من تتلو مزاميرك يا داود على كل حال صحيح هذا تنظيرنا الديني وعليه انت استنتج الناتج شو هو الناتج يجب على الصنف الكريم من الأنثى أن تجيد ما تريد لتلبي حاجات مجتمعها صح إذن العمل مش على إطلاق مرفوض بل قد يحسن بل قد يجب وبصور اسمه يجب كفائي ولا يجوز التقاعس عنه واحد اثنين ما بدي يقول قد يجب بدي يقول قد يحسن ويكون راجح وخلوق ولطيف مش إذا أوجبت الشريعة طبقناه لا إذا أوجب الخلق الرفيع فعلته المرأة القرآن الكريم ذكرنا حدث عمل أنثوي من بيوت الأنبياء لما حدثنا القرآن الكريم عن موسى النبي عليه وعلى نبينا وآله السلام فلما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسقون نبي موسى لما أمره الله تعالى بالخروج من بلاده فصار باتجاه مديا البلاد اللي أرسل فيها شعيب عليه السلام والظاهر أنها كانت صوب جبل عامل في تلك البلاد فلما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسقون أولئا وجد من دونهم مرأتين تذودان عمد بعد الغنمات وما عم يسؤوا مع الرعاة موسى اللماح موسى الغيور موسى النبي المعصوم التفت إلى هذا المشهد في المنظر فنظر فوجد الحياء عفة الفتاتين ووجد الكرامة تحوطهما القرآن ما ترك هذه التفاصيل ولا أغفلها يقول ووجد من دونهم من دون الناس كلهم امرأتين تذودان عمد رجع الغنمات حتى لا تضطر تضطر تأدم إلى ساحة مش إلها وإلى خليط ليس به ليس لها به نصيب ولا كرام فوجد من دونهم امرأتين تذودان مباشرة سألهم قال ما خطبكما ليش انتوا هيك ولاش انتوا هون شو كان الجواب القرآن الشريف قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء نحن ما منقدم على المي حتى يروح الرعاة يخلصوا شغلهن وينصرفوا جميعا ساعتا نحن منسقي كأنه في الاي الشريف كناية عن ضعف جسدي ما بيقدروا يشيلوا المي إلا ما يبقى مي فجران المي من وراء الرعاة فنحن منسقي بفضلة ما تبقى من ماء لا نصدر لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأعطت الجواب وأبونا شيخ كبير هذه بنات نبي اغطرتهم الظروف إلى العمل خارج الدار كرمتهم السماء وذكرهم القرآن مثال للنساء والرجال يحتذا مش الشريعة أوجبت عليهم عسى لأنه هن صادرين عن أمر شريعة بالتالي أبوهم نبي لكن بلا شك الخلق الشرعي أوجب عليهم تقول وأبونا شيخ كبير إما لا يناسب السن ونحن التنتين أدمم نقدر منشد ومنستعد وإما لا شيخ كبير لا يقوى بعد على حراك فبالتالي نحن اضطرينا إلى مثل هذا العمل إذن مننزل بالوجوب الشرعي إلى مستوى الحسن الشرعي ويمكن ننزل بعد أكثر نلاقي عمل صالح يمكن نلاقي عمل حسن جيد بس سؤال على البال وما رح نطول والإخوة كنا موعدين هن أن نصر نضغط من البرنامج أحسن من يزعج المستمعين الكرام بس هن اليوم أخذوا مننا على كل حال السؤال بيخطر على البال أنه إذا كانت الأعمال لا تقاس بعدد السنين والساعات وتقاس بالإنجاز إختي الكريمة سمعت التوأمي الإعلامي اللي مدحت الخروج من الدار على إطلاقها شن قال وصلتك لمرحلة وآسف من حضرتك وصلتك لمرحلة أن تستحي الأم أنه ما تبرر عدم خروجها من الدار بحيث إذا سألت سؤال من صديقة أو زميلة شو عندك عمل هي ما عنده عمل تقول لا والله عندي جي دورات أو لا عم بعمل عمل أو عم تابع على الإنترنت أو 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 لاش هالأعضار الفترة لاش هالأعضار البيردي خجلا من وظيفة أسمى سأذكرها والله احتجاجا بما يناسب المجتمع فتذكره والله هل أدي صرفي عنا التواء بوظيفة السماء والله عن جد شيء في حالة إنه منقوصة الذات إذا بئت بالبيت وصاير مضطرة تقول عن حالها عن بعمل فقط وفقط لتوجد ذاتا أي إعلام لوث المرأة الكريمة هذا وأي عرف عادي معدي أحل بها وباء أن تتنازل عن ما سأذكره من وظيفة المقدسين ما عمقول لإختنا الكريمة إختي ومحترمي ما عمقول أنت بناسب أو ما بناسب عمقول لتفتي عرفتي من وين لي الزراع لي الزراع أنه صرت حتى إذا بتنسقلي من الرحم من الأرحام من البعاد عنك الما شايفينك الما بيعرفوك مضطرة أن توهميهم بأنه عندك عمل لأنك بكندا مثلا أو لأنه متعلمي وعايب ينقال وآخر شيء أنا عم ربي ولاد كأنه أنا الخدمي أو 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 من وين هالتدني بلش وهلأ بعد شوي بنرفع المنسوب ما عم لوم ولا عم شد اليد بس عمقول التفتوا إلى التوأمية في الجواب لاش هالصنع الاصطناع لاش هالتذبذب لاش هالالتواء لاش هالتستر واحدة عم بتقول أنا بدي كون عفيفة بس عايب قول أنا منطر أكون عفيفة أنا مكتفية زوجي كافيني الدار مرتاح أعرف القرار في الدار مني مضطرة إلى العمل بس شو بعمل من المعايب الاجتماعي هاذا عايب اجتماعين ما عندي عمل شو عم بعمل جميل إذن من هون التوذراع كفت أحاسيس ما اندأست برأي الإعلام وانعدى الإعلام ووصل سؤال هل سألت هذه الأخت الكريمة مثلا هل سألت أنه كيف تكافأ من عمله شو وظيفتها بقلب الدار ما عم قول وظيفتها الخدمة هلأ بنحكي مع إخواننا الرجال بس بعدنا هونيك تنقول ماشي قبل شوي ذكرنا أنه الأجور لا تعطى بالمقابل الزمني أو الكمي فقط هاتو تنقول وحكموا على المثال اللي بد يحطه في البال لو أن طبيبا أنقذ فلذة كبدك من سرطان محتم الموت بما كنت تكافيه بعدد الساعات بعدد الأبر بعدد المشاوير لإجل عندك لو كنت منصفا لشركته في مالك ولو كنت مؤثرا لأعطيته كل مالك وصلت لمرحل معك الدنيا أنضاقت عليك حتى بنسمة الهواء ثم ماذا كدت أن تفتقد حتى طعم الغذاء وبعدين إجاك رحمة من الله على إيد عبد مثلك فأنقذك وشدد حياتك وشدد معك وقفك على قدمك من بعد الانهيار المر بما تكافيه وهو ما صنعك هو ما عملك هو دفع عنك سهم من سهام طائشات جي عليك من آلام الدنيا أفأدتك الأمل كله صح بما تكافي من أنقذ حياتك بما تكافي من أنقذ طفلك بما تكافي ومن دافع عن عرضك من حيث لا تدري بشو بتكافي الشخص اللي كان مستور وراء الظل عم يحميلك عرضك لو أنك التفتت وكنت أنت المراقب وعرفت أن العرض في معرض الخطر وجاي عليه مستوحشين ليلك والنهار وفجأة تلتفت إلى العرض الكريم في حظن مكين وبتقدم لك على طبق من كرامة وبينقال هذا عرضك اللي افتقدته سالم في أمان بشو بتكافي لهذا الشخص قطعا مش بالعمل ولا بالعدد ولا بالوقت ولا بشو بدك تكافي حط الرقم اللي بدك من مال كيف بتكافي الشهداء الشهيد اللي دافع عنك حتى تبقى أنت على قيد الحياة من شان نجيد التصفيق يعني له والله منحط له شارات مثلا أو بدك تمشي فوق الجفون تماما أجروا مثل العيون وبعدين بما يكافأ الذين رحلوا عنك لك وبذلوا لك ما بخلت به على نفسك بشو بيتكافوا هول هول اللي بدون شهرة منهم راحوا إذا بدون الشهرة منهم مش راح يستفيدوا منها ما سمعوهاش ما هنن شهروا من بعد ما رحلوا ثم ماذا بما يكافأ هؤلاء النبلاء بما يكافأ حامي عرضك وصانع طبك وحامي صحتك و سؤال هذي المرأة اللي ممكن تستحي وتقولوا وتخجل إنه أنا في الدار لأنه ما بدي يكون مربية بس ما بدي يكون حاضنة بس وحياتكم لو أنها عاملة خارج الدار في دار حضانة لا افتخرت لا لا أنا عندي ما أعرف شو بسموها بالانجليزي أنا عندي ساعاتها الأدية في دار حضانة للأطفال موظفي فيها ولا لا أنا بيشتغل أنا ما في يقعد بالبيت كم طفل عندها هونيك في الحضارة ما بيعرف يمكن يكونوا على قد اللي هي لازم تهتم فيهم بقلب البيت شوها الشهرة وشوها الشقوة الفارغة وغير السليمة تقبل أن تكون حاضنة في دار لغيرها لأولاد غيرها ولا تقبل تعرفوا ليش ما هم تقبل أنا بقلكم بعد شوي ما رح تقبل لأنه ما عند المكافأة هونيك عندها شيء من المكافأة أو أصد بالمرأة سهمها العالي مش المكافأة المادية وحياتكم الزوجة لا تريدوا مكافأة المادية هي شريكتك بميلك أصلا بدها مكافأات من نوع آخر تفتقده بدت شوفك مرآة قدامها بدك بدك هلأ بنجيلك هلأ السؤال لإخواننا الرجال الشخص اللي كافاك هالأد واللي أدارت أدارت ظهرك إلى أمانتك وكان ظهرك محمي أيها الجند الطموح ياللي أنت عيالك بلبنان وزوجتك حامية الدار تماما كالعماد أنت شو اللي جيبك لهوني كاد على عياله مجاهد في سبيل الله أنت مثل ذلك العسكر المتقحم أنت العدو أمامك وظهرك محمي إذا كان ظهرك محمي أنت مرتاح بتروح وبتمشي وما في شي وراك يرجعك للورا تقدم فالمستقبل إلك بس إذا كان ظهرك موجوع وإذا كان عرضك يبينخاف عليه وإذا كان ابنك يمكن ترجع وما تلاقي وإذا كان ابنك ممكن يكون عصى عليك وإذا كان دارك مع لا رقاب ولا حصان ولا حظان وإذا 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 إذا افتأت العماد المجهول إذا افتأت القياد المجهولة إذا افتأت الدفع والحماية من وراك إذا افتأت الحدود إذا افتأت كل شيء أصلا بيكون من الحماقة إنك تظهر إلى جهادك كالكاد على عيالي لو أم بدك تروح عشان رايح من شان تكون كاد على عيالك ما رح ترجع وما رح تلاقي عيال إذا ما كان ظهرك محمي ميش قديش هذا الظهر المحمي بده ينشكر وكيف ينشكر إذا بدك تكيفه بعمل وبالساعات أنا بقل لك أعمل هالمقارنة بنسمح لنا بعد كفة إذا بدنا نعمل مقارنة حضرت جنابك مجاهد كادح كاد على عيالك بس عندك كم ساعة رياحة بالنهار شيئة أم أبيت تشتغل 8 بزيد لك 4 صار 12 بس عندك 12 ساعة رياحة بالبال الزوجة الصالحة ما عنده ولا ساعة حتى هي نايمي بتشوف ولادها بالمنام بل كراحة البنت عاد صار معها شيء بالهم اللي كان هيدا الطفل حضرت جنابك بدك ترتاح بـ 12 ساعة اللي بقي وسكروا الباب ما عاش قادر اغفل حضرتها ما بتنام إلا إذا كان الباب مفتوح بدك تسمع النفس منه لازم تسمع وإلا ما بتتنفس هي بالساعات بدك تكافيها 24 قائمة على عرضك قائمة على كرامتك قائمة على ابنك قائمة على مستقبلك على دينك على بيتك على وجودك على أنت قائمة عليك لأجلك كم ساعة عندك كم يوم عطلي بالأسبوع عندك عندك ولو يوم ما عنداش ولا يوم وإذا تعطلت المرأة عن حماية ابتداء من الجنين وصولا لحضرة جنابك أنت كزوج مين بده يحميك كما إذا غضت النظر شوي صغيري عن الجنين راح وعن الطفل فلت وعن الناشئ التخوف وعن الزوج بتجيني شكوتك تاني يوم اللي مولينا مش عم بدي ربال عليه أنت عندك عطل إسبوعي ما عنده عندك إجازات سنوية ما عنده لا يمكن أن تستأذن الزوجة الصالحة في تربية عيالها ومن تحت تكفولها لحظة مثل الآلب تماما بنقال والله تعبت إيدك غير بإلك ريحة غير بدل النوم دير على جنبك بس إذا قلت لي والله الآلب تعب بإلك لا رح صالح وما فيك أنت تريح ولا لحظة بس تريح ارتحت انتهى الأم في البيت قلبه ما بترتاح حتى لو الكل نيمين هي عم تنبض وبذي توقف هذا النابض توقفت حركة البيت كلها الإي جي بي راحت انتهت إذن بالسينما عنده ساعة عطلة بالله الحذر تكنية مسكروا الباب أحسن ما اسمع الضج هي لأنه كان ابنك مريض أنت ما عاش ما تسمع الضج بدك تغفل عن بأن بس هي حتى تنام بدأ تسمعه ما إذا ما سمعت ناح ما عنده ولا ساعة عطلة كيف فيها بالساعات اعمل حساب بالساعات عندك سن تقاعد هي إلى الأبر ما بعد الأبر بدأت ضل مفكرة فيك ومفكرة باللي خلفت وجبت ما عنده تقاعد عن دين ولا تقاعد عن كرامي لحظة من اللحظات أبدا كيف تكافأ بمتى تكافأ خلصت عملك روتيني عملها أي روتين بكل ساعة عنده عمل جديد واصلا أنت حضرت جنابك مدرس بالمدرسة ولا عامل بالكونستركشن ولا 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 عملك معروف واحد اثنين سبعة عشر ها هو عدة العمل معك وظيفتك معك انطلقتك بإيدك ما عندك مفاجآت ما عندك مفاجآت وإذا بصوري عنك مفاجآت ترتاح لأنه في الإنشوران نجب أن أمن لك وخلص انتهت هي مش هيك هي أبدا عندها في نفس الساعة في نفس اللحظة بد تجيد ما تريد في حنانها على الجنين بنفس الوقت ممنوع تتعبوا للجنين بس في نفس الوقت لازم تتعب عشانك وظيفتين متعاكستين واحدة تطلب مطلق الراحة والتين تطلب مطلق الجهد وبينهما ناشئ ودارج ومراهق وصبية وصبي وجار كم وظيفة عم تقوم فيها باللحظة الوحدة بتكيفيها بالعدد عجزت ما عندك ساعة عطلي أبدا تكيفيها بالكيف والنوعية بعد ما وصلت للنوعية الكبرى بعد أني عم مشرح لك كيف توظف المرأة بالشو بدأ تكافأ إذن لا بالسنين وبالكم قادرين ولا بالنوعية كمان قادرين بزيد والله يلعن يزيد هي بس هوا دي الوظائف اللي عم تعطيهن المرأة لا باعد في عندها وظيفة وحدة كبرى بتعرف شو هي هي صنع الإنسان عم تصنع لك ابنك وراء كل عظيم أم ترفعه وراء كل زوج امرأة صالحة تدفعه مش دافع دافعش تدفعه للأمام صالحة دفعت وقتل روح كد على عيالك ظهرك محمي دارك مأمن بيتك في أمان صاح أكثر من هيك منقول صنعت لك ابنك عم تصنع لك عرضك عم تحمي وجودك ومع هذا كله مرأة لك هي مش مرأة ومطرح سرك وبتزدت عليها من الأثقال وبترميها كيف تكافأ من صنع ولدك إصال طبيب قبل شوية عجزت أنت كيف تكافأه هي حدا كافأها على طبها على حمايتها للجنين في القرار المكين ثم من بعده أي مكافأة إذا عجزنا نحن بني البشر عن مكافأتها تتبنى السماء مكافأتها وأول عطاء من عطايا السماء للنساء إنه أنا وييكن يا بني آدم نحن بلد أولد آدم نحن يا بني آدم غاية جهدنا ومبلغ هدفنا أن ندخل الجنة مرضيين صح تجي السماء بتقول هذا مبلغكم من القيمة أيها الذكور أما مبلغ الأم من الجنة هذه الجنة اللي أنا وياك هدفنا إذا بالجنة تحت أقدام الأمهات الجنة اللي هدفنا نحن تطلع آخر شي لا تصح أن تكون عطاءا للأم ليه لأنه ربنا مش مثلنا وحدة القياس عندي وعندك ساعات وعمل وسنين وما بيعرف شو اللوحة المعدنية اللي ابتكرها أول من صنع الداتا المخزني هي لوحة معدنية هل أدي بنحط فيها معلومات اعتبرت إنجاز وطفرة ولا يقيم عمله بمال اللي عمل إنسان اللي اخترع هذي الشغل هذي الأم بعد في عندي مثالين توماس أديسون كذا الشخص اللي طبق الآفاق ما بتقدر تمر من حده إلا بإنحناء صح كان في طفولته المدرسة وكان حامل الرسالة للأم الأم ذكي نبيها أخذت الرسالة وقرأتها ما فرجتها للولد وابتسمت قال لها خير قلت له غريب أنت شو عامل هو مفصول مفصول قلت له أنت شو عامل قال له شو عامل أنا مقدب أنا ما تمردت قال له لا أنت كين عامل شي عامل إنجاز مساوي لك شي حركة بقلب الصف صايرت تلميذ أنت كتلميذ نشيط صايرت جيد للأستاذ مبين للأستاذ وانغلط وطلع الحق معك قال له لا أبدا قلت له غريب هالأستاذ شو بيحبك اعترف بالجميل لا إلي ما بده يفضح حاله قدامك ولا قدام الزملاء بيكتب لي بالرسالة وبقول يا أم فلان أرجوك أن تاخذ ابنك إلى مدرسة في المدينة لأنه مدرسة القرية هو أعلى منها مقاما ما بيصلح إنه يكون وأنا يا أمي ما عندي الأدرة أني أخذك على مدرسة القرية مدرسة المدينة رح جيب لك أستاذ مربي خاص وجابت له أستاذ مربي خاص وبكان من وراء قصده وصل للمراحل الأخرى اللي بدنا نجعلها أم أنجبت عباسا ابن أمير المؤمنين أم أنجبت محمدا ابن أبي بكر اللي بيقول عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام محمد ولدي من صلب أبي بكر أمهات أنجبت هوذ الرجال اللي نحن بتغنى في الجهاد اللي هن يقدموه كيف تكافأوا المرأة ساعتها بين قال مش المكافأة لمن أوجد لوحة معدنية تنحملها معلومات للبشرية القمة في اللي أوجد من صنع هذه اللوحة المعدنية في من ربى من صنع اللوحة المعدنية طبعا إذا كان كذلك كيف تكافأوا المرأة المرأة اللي عم تفتش عن ذاتها بره لأنه الذاتها مش موجودة جوه هذي من مين بدأت تكون مكافأتهن بالختام وآسف من خين الشيخ بالختام اسمح أن تسمع أيها الرجل الكريم وما فيتك الأوان بعد من مثل هذه الجدلية العقيمة وغير السليمة بس ترجع إلى البيت فاتح نفسك بأن تشكر من طبب أولادك ومن حمى عرضك ومن جعل من نفسه أداة سعادتك بل أزيد والله يلعن يزيد واشكر السلاح الذي قواك على شيطانك واشكر تلك المرأة التي أردك معايبك حتى سطرت فيك ما لا تحب أن يكشف وأن يعلن المرأة مثلت كل هذه الأدوار وفوق منهم لهو أدوار عشان هيك بتجي السماء وبتقول مش هيك بكرموا النساء هذا الحديث الشريف لخويتنا الأمهات حابب أن أذكره بعد الصلاة على محمد وآله محمد روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أيما مرأة رفعت من بيت زوجها مش خدامها قلت لك شو وظيفتها هذه وظيفتها صنع إنسان أيما مرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع يعني رتبت بالبيت اللي هي مش مطلوب منها الخدمة هي مش خدامة هي صاحبة الفداء شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا بس عم تصلح شيء بقلب بالبيت نظر الله عز وجل إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه لأن الله تعالى بس أنت تحكي مع إنسان محترم عندك شو بتقوله بتقوله منذرني حطني تحت نظرك خلينا تحت نظرك وقالت أم سلمة يا رسول الله ذهب الرجال بكل خير الجهاد للرجال صلاة الجماعة للرجال العمل للرجال الصدق للجهاد للرجال العمل للرجال كل شيء للرجال ذهب الرجال بكل شيء فأي شيء للنساء قال صلى الله عليه وآله بلى أرجو الالتفات لإلو الحديث بلك بيكون عندنا يا هدية حنونة من كربلا يقول صلى الله عليه وآله بلى إذا حملت المرأة بس الحمل اللي بس الحمل ما هو قد يكون غريزي بلك عمهلك المريض من الأجنة يعجز أطباء الأرض هذه طبيبته هذه غرفته هذه حالته إذا خلق قبل ترموا بأيام بدوا أجهز ما شاء الله من شانة أول شوية مناعة حاطوا ربنا في قرار مكين لا يصل إليه سوق ببركة هذه الحماية عم تحمل إنسان هذه حاملة إنسان حاملة ابنك بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائمة يعني أنا وياك نقضي حياتنا لتصيام بالنهار وقيام بالليل ما بيكون إلنا أجر حمل إمرأة بعد إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائمة المجاهد بنفسه انت كاد على عيالك كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله هي شو؟ مجاهد في سبيل الله بمنزلة الصائم القائمة المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا وضعت ولدت فإذا وضعت كان لها من الأمر ما تدري ما هو لعظمه مجيبت لك إنسان فإذا أرضعت كان لها بكل رضعة كان لها بكل رضعة إذا أرضعت وهذا الطبيب اللي كانت أنت مش قادر تبلع وركب لك جهاز من شان الضوء بشو بتكيفه؟ هذا لقمت الغذاء الأولى بيقول فإذا أرضعت كان لها بكل رضعة كعدل عطقي عطق محرر من ولدي إسماعيل النبي يعني كأنها أعطقت رقبه بكل رضعة فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها وقال استأني في العمل كفي فقد غفر لك هذا العطاء ليه؟ لأن أهل الأرض وظفوها ووصفوها بما لا يليق أهل السماء كرموها بما تستحق وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله الطاهرين